الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبت الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة بهذه المناسبة مشيرا إلى أن هذه المرحلة من الصب الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام ٢٠٢٨ دهوله مرحلة التشغيل مؤكدا أن المشروع يعد استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع ديمتريس كوبيلوزز رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوزز اليونانية للبنية التحتية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانب المصري ومجموعة كوبيلوزز اليونانية للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن هذا وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جراجي للربط الكهربائي مع أوروبا كذلك خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر ومن بينها تنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية قال رئيس الهيئة العامة للاستعلمات يا رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية وأضاف رشوان أن ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر عشر سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي وأكد رشوان أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية لافتا إلى أن الجوهر الحقيقي للدعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأهالي قطاع غزة التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا بيتسولا وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل للرئاسة الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وخلال اللقاء أكد الوزير شكري الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي كما نوها شكري بأهمية دور البرلمان الأوروبي في إيلاء الدعم اللازم لمصر للاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة للأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما تفرضه من تحديات متزايدة ومن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على الدور الإقليمي والمحوري الذي تطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها والذي يصب أيضا بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية كما تناول لقاء الأزمة في قطاع غزة والتهديدات الراهنة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وتطرقت المناقشات أيضا إلى الأوضاع في اليمن والسودان أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات مشيرة إلى أن عددا من الشهداء والجرحة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف سيارة تقل النازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي كما استشهد عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في بيت لهيا شمال قطاع غزة هذا وأعلن جيش الاحتلال مقتل عشرة من جنوده في غزة خلال 24 ساعة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب استشهد في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة مشيرة إلى أن جنود الاحتلال تركوا الشاب المصاب ينزف على الأرض ومنعوا مركبة الإسعاف من الوصول إليه وأطلقوا الرصاص صوبها وعد أن تأكدوا من استشهاده غادروا المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات ضد قوات الحوثي في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر وأوضح البنتاجون أن الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض وسواريخ وقدرات عسكرية أخرى لقوات الحوثي هذا وقدم البنتاجون تفاصيل الضربات الثماني الجديدة في بيان مشترك مع بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا حيث قال البيان أن هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي تستخدمها قوات الحوثي لتهديد تجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء ورياضيا تأهل منتخب الوطني إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تعادله مع نظيره منتخب كافردي بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالمسابقة المقامة في كودوفور وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الثمن الثمن نهائي كوصيف للمجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد أن استفاد من تعادل غانا مع موزنبيق بيدفين لمثلهما ليتأهل رفقة منتخب كافردي الذي تصدر المجموعة برصيد سبع نقاط انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل